والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع آية الكفوري إليك آية شكرا أميرة شكرا صحر والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا اجتمعت وزيرات التعاون الدولية رانيا المشاط مع السفير الإيطالي بالقاهرة وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية آية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي والتي يسعى العديد من شركاء التنمية إلى محكتها حيث ضدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي على الحكومة وتم أيضا الاتفاق خلال اللقاء على إمكانية إصدار ورقة تعريفية عن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي للتعريف بآلية البرنامج والمشروعات المنفذة في إطاره والتي يمكن الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ قال وزير التنمية المحلية محمود شعروي إن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك قد نفذ 3753 مشروعا خلال شهر أبريل الماضي بقرود بلغت 700 مليون جنيها وأكد شعروي أن وزارة التنمية المحلية تعمل من خلال برنامج مشروعك على رفع شعار وداعا للبطالة لنشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار العمل الحكومي وثمار تقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بداية المستقبل جاد وناجح أنهت البورصة المصرية التعملات على ترجع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي وترجع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات و800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706 مليارات وتسعة وتسعين مليون جنيها أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجي إكثارت اليوم الجلسة عند 10906 نقاط وأغلق منخفضاً بنسبة 87% مسجلاً 1811 نقطة أما عن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس سيفينتي فقد فتح اليوم عند 1861 نقطة وأيضاً أغلق منخفضاً بنسبة 74% مسجلاً 1847 نقطة أما عن مؤشر الشركات الأوسع نطاق إيجي إكس هندرد فقد فتح أيضاً عند 1832 نقطة وأغلق منخفضاً بنسبة 87% من المئة في المئة ومسجلاً 2880 نقطة وعن أسواق العملات تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل إلى 18 جنيه 44 قرش سعر البيع 18 جنيه 52 قرش يسجل سعر الشراء وصل إلى 4 جنيه 91 قرش وسعر البيع 4 جنيه 93 قرش من أسواق العملات إلى أسواق المعادنة النفيسة حيث ارتفع ثعر الذهب العالمي مسجلاً 1859 دولار للأوقية أما على السعيد المحلي فقد سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1042 جنيه وعنيار 21 وصل السعر اليوم إلى 2215 جنيه في حين لمسعيار 24 سعر وصل إلى 1388 جنيه وأخيراً وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9720 جنيه من أسواق المعادنة النفيسة إلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات في حين توازنت الأسواق بين أثر عقوبات الاتحاد الأوروبية على النفط الروسي والمخاوف المتعلقة بالطلب الناتج عن إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا في الصين والدولار القوي والمخاوف أيضاً من ركود اقتصادية وانخفضت أقود برينت بنسبة 32.36 من المئة في المئة موسجل سعر وصل إلى 103 دولارات و44 سنة للبرميل أيضاً انخفضت الأقود الآجلة لخام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.2 من 10 في المئة موسجل سعر وصل إلى 100 دولارات و90 سنة للبرميل أما عن أسعار المزود فقد ارتفعت عالمياً بنسبة 1.6 من 10 في المئة موسجل سعر وصل إلى 3 دولارات و90 سنة للتر وعن الغازة الطبعي فقد ارتفع السعر اليوم إلى 62.69 من المئة في المئة مسجلاً 7 دولارات و21 سنة لكل ألف متر مكعب أقرت المفاوضية الأوروبية تقييماً أولياً إيجابياً لطلب كرواتيا بصرف 700 مليون يورو كمنح في إطار مرفق التعافي والمرونة التابعة على المفاوضية وتضمن خطة التعافي والصمود الكرواتية مجموعة واسعة من تدابير الاتثمار والإصلاح في 6 مكونات موسيقى إلى هنا تنتاج أولوط الاقتصادية وضمارات أخرى إلى السحر وعليل إليكم شكراً لك أي موسيقى